ونبدأ معكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر باح عديث سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس خلال احتفالية تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية الاحتفالية التي تزمنت مع احتفالنا بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر سيدة الرئيس اتكلم عن شهر النصر وأكد أن شهر أكتوبر بيجي كل سنة ومعانا سائم الانتصار والمجد وأن هذا الشهر بنفتكر فيه بطولات الأبطال وتدحيات الشهداء اللي صنعوا نصر أكتوبر العظيم وقال كمان أن الخرجين دول هينضموا لصفوف الشرف والبطولة عشان يدفعوا عن أمن وسلامة نصر ده حقيقة كمان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أشار إلى أن نصر أكتوبر هيفضل دايما في ذاكرة الوطن وأن مصر بشعبها وجيشها وقيادتها بتقدر تعمل المستحيل أكد كمان أن روح أكتوبر مش بس مجرد كلام بيتقال أو بيتردد لكن دي حاجة جوه معدن الشعب المصري الأصير اللي بيظهر في أصعب الظروف والمواقف بيعبر أو بيعبر عن عزيمة وإرادة قوية تعالوا نشوف كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي السيدات والسادة الحضور الكريم يأتي شهر أكتوبر من كل عام حاملاً معه لسائم الانتصار والمجد تلك الأيام التي نستحضر فيها دروس النصر ونحتفي بالأبطال والشهداء ونحيي ذكر انتصارات أكتوبر العظيمة التي تتزامن مع احتفالنا بتخريج دفعات جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية لينضموا إلى ساحات الشرف والبطولة مدافعين عن أمن مصر وسلامة شعبها بعد أن تم إعدادهم وفقاً لأفضل وأرقى المستوات العسكرية والعلمية شعب مصر العظيم في مثل هذه الأيام منذ 51 عاماً حققت مصر نصراً سيبقى خالداً في ذاكرة هذا الوطن وعلى صفحات تاريخه المجيد انتصاراً يذكر الجميع دائماً بأن هذا الوطن بتلاحم شعبه وقيادته وجيشه قادر على فعل المستحيل مهما عظم وأن روح أكتوبر ليست شعارات إنشائية تقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل تظهر جالية عند الشدائد معبرةً عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة ويسجل التاريخ بكلمات من نور أن مصر عزيزة بأبنائها قوية بمؤسساتها شامخةً بقواتها المسلحة وفخورةً بتضحيات أبنائها إن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبداً سيظل أبداً الظهر شاهداً على قوة إرادة الشعب المصري وكفاءة قواته المسلحة وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم السيدات والسادة يأتي احتفالنا هذا العام بذكرى نصر أكتوبر المجيد في ظرفٍ بغلق الدقة في تاريخ منطقتنا التي تموج بأحداثٍ دامية متصاعدة تعصف بمقدرات شعوبها وتهدد أمن وسلامة بلدانها ويأتي هذا التصعيد الإقليمي وسط أجواء من الترقب على المستوى الدولي تذكرنا بما حققه المصريون بالتماسك وتحمل السعاب من أجل بناء قوتنا المسلحة للحفاظ على سلامة هذا الوطن الغالي وتبديد أي أوهام لدى أي طرف إن اللحظة التاريخية الفارقة التي تمر بها منطقتنا اليوم تدعونا للتأكيد مجدداً بأن السلام العادل هو الحل الوحيد لضمان التعايش الآمن والمستدام بين شعوب المنطقة وأن التصعيد والعنف والدمار يؤدون إلى دفع المنطقة نحو حافة الهاوية وزيادة المخاطر إقليمياً ودولياً بما لا يحقق مصالح أي شعب يرغب في الأمن والسلام والتنمية ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد موقفها الثابت المدعوم بالتوافق الدولي بدرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لإرساء السلام والأمن والاستقرار للجميع شعب مصر الأبي الكريم اسمحوا لي أن أتوجه اليوم بالتحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية تلك المؤسسة الوطنية العريقة التي لم ولن تتخلف يوماً عن التصدي لتحمل المسئولية مهما ثقلت وتهدية الأمانة مهما بلغت تحية مهما بلغت تحية لها بجميع أجيالها من المحاربين القدامى إلى الأجيال الصاعدة وسلاماً على شهداء مصر الأبرار من القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لشعبها وتحيةً لأسرهم وعائلاتهم الذين تحملوا قسوة الفراق وقدموهم ثمناً غالياً ليعيش الوطن كريماً مطمئناً كما نتوجه بتحية احترام وتقدير متجددة إلى روح البطل الشهيد الرئيس محمد أنور السادات بطل بطل استرداد القرامة والأرض بالحرب والسلام بالشجاعة والرؤية الاستراتيجية ونقول لروحه اليوم إنما وهبت حياتك من أجله لن يضع هضراً أو هباء بل وضع الأساس الراسخ الذي نبني عليه ليبقى الوطن شامخاً والشعب آمناً يحيى مرفوع الرأس على أرضه لا ينقص بنها شبر ولن ينقص بإذن الله وهذا وعدنا وعهدنا لشعبنا العظيم ودعوني ودعوني وأكد في ختام كلمتي أن سلامة هذا الوطن ما كان لها أن تتحقق في مواجهة تلك التحديات التي مررنا بها على مدار السنوات الماضية لو لا سمود هذا الشعب بالأمين ووحدته فتضحيات أبناء هذا الوطن هي نهر عطاء مستمر على مدار التاريخ وإن اختلفت صورها فستزل مصر بوحدة شعبيها أكبر من جميع التحديات والصعاب وسيستمر تقدمها للأمام محفوظاً بنصر الله ورعايته وإرادة وعزيمة أبناء هذا الشعب الكريم كل عام وأنتم بخير ودائماً وأبداً وبالله العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته